أن تنتشر شائعات الأمل بين الطبقات الهشة والمسحوقة في أوقات الأزمات فهو أمر طبيعي ولكن أن تنتشر بين النخبة وجمهر من المحللين السياسيين والأكاديميين فهذا يحدث فقط في العراق وتتحدث واحدة من الشائعات عن خلاص قريب بفعل ترتيب خارجي ويبره أن المروجون لها بالقول أن سيدة بلاس خرط بإحارتها الأخيرة فرشت الطريق أمام تدخل الدولي لفرض الوسائة مجددا على العراق ويقول هؤلاء أن جميع موارد في الإحاط عن حال الطبق السياسي يؤكد أنه فاقرة الشرعية تماما وحتى لو توصلت فيما بينها إلى تشكيل الحكومة فإن العراق بات من وجهة نظر المجتمع الدولي بحاجة إلى بديل حقيقي قد لا توفره الانتخابات عمليا فإذا نشر عرد من الدول الكبرى خارطة للعراق مؤشر فيها باللون الأحمر مناطق لا ينصح بالسفر إليها في الوقت الراهن والتي استثنت بطبيعة الحالق لمكوردستان تعد مؤشرا من وجهة نظر المتفائلين بأن هناك شيء ما يتم التحضير له ويوجد المتفائلون بإمكانية حصول تدخل الدولي ونجاحه معطياتهم منها أن العراق محكوم بسلطة شمولية مكورة من أحزاب وقوى لديها المال والبليشيات والمافيات والعصابات ولكنها لا تمتلك الجيش ولا قوى الدولة الرسمية والتي يمكن أن تكون سلاحا ضدها في المقابل فإن القوى السياسية المعنية بالكلام تستبعد حصول تدخل مباشر خاصة في ظل الظروف الدولية الرائحة وإنما في أحسن الحالات هناك ضغوط إعلامية وسياسية ومالية وهي جاهزة لأسرع احتمالاتها لكن عليها أولا أن تسرع في إنجاز حكومتها كارثة هذه الأحزاب أنها لا تسمع إلا صوت نفسها فهيوا في سبيل الخروج من مأزاق تشكيل الحكومة مثلا تعرض على التيار الصدري ستة وزارات من أصل 12 وزارة من حصة المكون الشيعي وبعيدا عن موقف التيار الصدري من هذا العرض وغيره فإن المراوحة عند هذا النمط من التفكير والأسرار على عدم مغادرته هو الذي يشجع على القول أنه لا جدوى من أي حل ديمقراطي وأن الحل قد يكون تحت صرفات المجنزرات الصديقة